اخر حاجة وانا بتكلم على فكرة نهاء دور ابطال افريقيا وموعد المباراة ان شاء الله يوم 6 نوفمبر عايز اتكلم في الاطار ده لان نعرف جمهور النادي الاهلي كان الامر ده شغله كتير او الفترة الاخيرة بسبب تصريحات خرجت بخصوص اللعيب اللي عادوا ينتهي ممكن يلعب نهاء دور ابطال افريقيا ولا مش علا في حال تأهل الفريق التابع لي او الفريق النادي الاهلي ان شاء الله لمباراة نهاء دور ابطال افريقيا عايز ااكد على جزئة مهمة جدا وده المفروض المنشور ده عند الاتحاد المصري لكرة القدم تم ارساله في شهر ابريل الماضي بمعنى لو انت عندك لاعب عقده بينتهي والدوري انتهى ولسه المسابقات القرية لم تنتهي وانت فتحت فترات القيد الموقف القانوني هنا ايه في شهر ابريل الماضي الاتحاد الدولي لكرة القدم ارسل منشور من 14 ورقة لكل الاتحادات الاهلية قال لهم في الصفحة اربعة في حال التداخل موعيد القيد وانتهاء المسابقات المحلية واذا لم توفق الاطراف او لم توفق الاطراف اوضحها خلال هذه الفترة فان الاولوية تمنح للنادي السابق لاستكمال اللاعب موسمه المحلي والقر واستكمال جميع بطولات مع ناديه السابق حرصا على نزاهة والحفاظ على سلامة الدوري المحلي ومسابقات الاتحاد والمسابقات القرية هذا البند لو نفذناه اي لاعب في النادي الاهلي عقده منتهي ايا كان المسمى وايا كان الاسم بعد نهاية الدوري لو لسه في نهاية دورة ابطال افريقيا يلعب تبقى للمنشور اللي تم ارساله في شهر ابريل من الاتحاد الدولي لكن الاتحاد القرى يرجع لمنشور ابريل ويشوف القرار والتوصية اللي اتبعتت من الاتحاد الدولي بخصوص هذا الامر اخرج لفاصل وبعد الفاصل تريند الاهلي وكواليس وحديث عن رحلة الاهلي الى المغرب استعدادا لمبارات الوداد المغربي